القمة قمة دول جوار السودان واللي خرجت بسبع نقاط رئيسية وهستأذنكم يمكن في عجالة نخدهم حتى ولو بالملخص وأنا هستأذنكم أقراهم في السريح حتى علشان بس تبقى الناس فهمة احنا بنقوليها أنا ممكن أقولك أنه النقطة الأولى تعبر عن قلق ويمكن زي ما التوصية خرجت على لسان فخامت الرئيس عبد الفتاح السيسي الإعراب عن القلق العميق زي استمرار العمليات العسكرية والتدهور الحاد على الوضع الأمني والإنساني في السودان وأيضا نفس دات القمة فيها المناشدة تناشد القمة كل الأطراف المتحاربة على وقف التصعيد والالتزام بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار وإنهاء الحرب وتجنب إزهاق أرواح السودانيين وإتلاف الممتلكات أما النقطة الثانية ففيها تأكيد يمكن النقطة الثانية والثالثة فيهم التأكيد طيب التأكيد على الاحترام الكامل لسيادة ووحدة السودان وسلامة أراضي وعدم التدخل في شؤونه الداخلية والتعامل مع النزاع القائم باعتباره شأن داخلي سوداني والتشديد على أهمية عدم تدخل أي أطراف تاريخي يعني إحنا في النقطة الثانية هناك تشديدين في عدم تدخل أي طرف أي طرف خارجي في هذه الأزمة حتى لا يطيل أمدها في النقطة الثالثة هناك أيضا تأكيد على أهمية الحفاظ على الدولة السودانية ومقدرتها ومؤسستها ومنع تفككها أو تشرزمها وانتشار عوامل الفوضى والجريمة المنظمة في محطها ما يكون لي تدعيات بالتأكيد بالغة بالغة الخطورة على أمن واستقرار دول الجوار أيضا النقطة الثالثة كان فيها التأكيد على أهمية التعامل مع الأزمة وتابعتها الإنسانية بشكل جاد مش بشكل ظاهري بشكل جاد وشامل ليأخذ في الاعتبار أن استمرار الأزمة سيترتب عليه زيادة أعداد النازحين والمزيد من الفرين من الصراع لدول الجوار هذا الأمر بالتأكيد سوف يمثل ضغطا إضافيا على موارد دول الجوار السوداني وهي تجاوز قدرات هذه الدول على استيعاب الأشقاء من النازحين السودانيين وده هيقتدي ضرورة تحمل المجتمع الدولي والدول المنحة لمسؤوليتها في تخصيص مبالغ مناسبة من التحولات اللي تم الإعلان عنها في مؤتمر الإغاثي لدعم السودان واللي عقد فيه 19-6 الماضي لعام 2023 في النقطة الرابعة أيضا كانت تحمل قلقا قلق إذا تدهور الأوضاع الإنسانية في السودان وإدانة الاعتداءات المتكررة على المدنيين والمرافق الصحية والخدمية ومنشد جميع الأطراف المجتمع الدولي لتوفير المساعدات الإغاثية ونظرا للنقص الحاد في الأغذية والأدوية لأن هذه المساعدات سوف بالتأكيد تخفف من وطقة الحرب على الأبرياء ترجمة نانسي قنقر